السلام عليكم إن شاء الله ربي تكونوا بخير حبيت اليوم نشارككم طريقتي في تحضير السلطة المفورة السلطة هذي تيب بالبخار في تونس نحبوها برشا بطبيعة أعزائي من تسيروش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ونشكركم الكل على الدعم بتاعكم حاصلوا السلطة هذي سيلة برشا حاصلوا ناكلوها في الشتاء حتى في الصيف النمرات معنا نعمل معها شوي اسكالوب وهذاك هو العشاء عشاء خفيف وصحي بالنسبة للوصفة هذي أنا ناخذ السفنيريا الجزر اللي مغاربة يسميوها الخزو والجزيرين شبوس يسميوها الجزر نحن نسميوه السفنيريا حاصلوا كل بلاد ورطالها كي ما تشوفوا أنا نقصها نقصهم جيدين مكعبات صغار بشي ديني سلطها هكا فينو معناها وصغيرونا قصيدة السفنيريا متاعي الكل بطبيعة الكمية يعني حسب عدد أفراد العائلة أنا اللي هنى عندي الوعاء هذي خطربش نطيبها عندي آلة نطيب عليها على البخار يعني فما حتى مشكلة كي ما تشوفوا أنا نحط السفنيريا هي لولا نحطها في أسفل الوعاء ونحطها طيب لمدة عشر دقائق وحتيت عليها شوية جلبانة إذا كان الجلبانة متاعكم جيدة ما تحطوا هايش من لول أنا اللي هنى جلبانة تاخذ وقت هذيك عليش حتيتها مع السفنيريا وبش نحطهم يتيبوا عشر دقائق قبل ما نزيد بقية المكونات وفي الوقت هذيك أنا نقص البطاطا متاعي بالنسبة للبطاطا ردو بيلكم رحي البطاطا كي تخضار هذيك معناها انو ولا فاها الشمبينيون فطريات ماذا بيكم ما تاكلوهاش هذيك سايي معناها ما عادش تصلح للميكلة كيف كيف البطاطا نقصها مكعبات صغار انا نوعية البطاطا اللي عندي تشد روحها ذاك عليش معناها قصيتها صغيرة كي ما تشوفوا الهنى اللي سفنيريا متاعي قريب الطيب نزيد عليها البطاطا ما نحركهاش نخليهم هكاكا فقط نزيد البطاطا في المستوى الثاني وبعد معناها الوقت اللي تتيب فيه البطاطا اكاهاو تكون حضرت وفي نفس الوقت حتيت بيضتين احنا في سوسة مساء عظم في بعض الجنسة ومعظم حصيلوا كل واحد وكيفية ينطق الهنى حتيت البطاطا ونحط بيضتين حطوه ميتيبوا في الماء بالنسبة للبطاطا انصيحة عايسكم حطوه ميتيبوا عشرة دقائق اكاهاو باش مديش لبال العظام يجي بلاستيك يجي بدا يجب يجب دون فاتي بس الهنى حتيت كيف كيف عندي اللوبي خضرة الحق الهنى دي ما نشريها تبدأ كنجلي كما تشوفوا البطاطا ما خليتهاش اللي يعني اللي تولي تعجن كمبلتما الهنى عندي شوية فريانت مالح قصيتهم معهم شوية زيتون وقصيت شوية بصل ومع دنوس شخصيا يعني هذه حاجة شخصية تعجبني برشا ما تعمل بصل ومع دنوس في بعض الاوكلات كيما تشوفوا الهنى انا هبط الخضر متاعي خليتهم بردوا شوية بالطبيعة وزدت عليهم بزيت زيت زيتونة ريسلاته هذي تحب زيت زيتونة ونحط عليها شوية البصل الفريانت والزيتون ونخلطهم الكل مع بعضهم بطبيعة ما تكثروش لانو الفريانت والزيتون مالح اللي يحب الكبار يزيد انا واحدة منيس الكبار ما ناجمش ناكلوه كتشوفوا تخلطوها الحقيقة معناها تتاكل حتى دافية باية للصغار فيها كتشوفوا برشا خضرة نزيد عليها شوية تن للزينة والحقيقة يعني ناكلوها في اي نوحدة منيس ناكلها في اي وقت نعمل معها اسكالوب تجي عشان معها شوية حوت كذلك تجيب نينا عشان صحي وخفيف خاصة في فصل الصيف يبدأ معناها منحبوش يصر الميكلة في الليل كتزينوها في عقلكم تحبو تزيدو اكثر حتى زيتون انا نهني قصيت البيض متاعي وكيما فصلت لكم تحطوه بالحق جربوا وحطوا عشرة دقايق تجيكم لا صفر متاع وطري حتى صغار ينجم وياكلوه ان شاء الله يا رب يتعجبكم الوصفة وانتمنى لكم